إيه المكتبة مكتبة إسكندرية عرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملكية أكبر مكتبة في العالم دي بيقولوا أن أساسيات العلم كانت فيها كل أنواع العلوم كل أنواع العلوم الفلسفة المنطقة الرياضيات الهندسة كل أنواع العلوم كانت في هذه المكتبة اللغات كلها تم تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر بيقولوا يعني 23 قرن الآن وهناك أيضا رواية أن اللي شيدها بطليموس الثاني أو القرن الثالث قبل الميلاد يعني يتراوح تاريخ إنشاء المكتبة بين 330 قبل الميلاد أو 288 قبل الميلاد مش هنختلف ضمت المكتبة حوالي 700 ألف لفافة مجلد مش كتب أي مش كتب زي كتبنا دي لا دي لفافات اللي بيتكتب عليها دي فرض على كل عالم أو فيلسوف أو حد بيكتب أي كتاب كتبه فرض عليه أن يوضع نسخة منه في هذه المكتبة زي ما بتعمل الآن مكتبة الكونجرس الأمريكية بس فرق كبير مكتبة دي أساسيات العلم في مصر القديمة الحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية ثلاث أكبر حضارات في تاريخ العالم من قبل المسيح بقرون يقال إن فيها أعمال هيموروس عارفين هيموروس الشعر العظيم الشعر اليونان العظيم مكتبة أرستو كلها حوت المكتبة علوم الحضارات وعلم الشرق وعلم الغرب باختصار كده يعني حوت كل أساسيات العلم في ذلك الوقت طيب دخل الخراب عندما دخل العرب سنة 640 ميلادية في يوم 22 ديسمبر دخل أسكندرية بعد سنتين تقريبا من تصد المدينة لهذا الغزو الغاشم الظالم دخل العرب دمروا أسوار المدينة وبعدين عمر بن العاص وأنا عايز أديكم فكرة عن ابن العاص ابن العاص ده أمه زانية يعني ده ده مش 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 هو ابن العاص ده أمه ألحقته بآخر واحد كان يعرفها لأنه كانت من أصحاب الرايات الحمراء وده علم مش مش بقوا مش باشتم حد يفهموني دي كانت من أصحاب الرايات عندها خيمة ويرفع راية حمراء يعني هي يعني دعارة دعارة بأجر ففي الوقت اللي حملت فيه بابن العاص كانت تعرف أربعة مرة واحدة أربعة رجالة مرة واحدة فعلحقته بأغناهم اللي هو ابن العاص فسمته عمر ابن العاص عمر مسؤول عن حرق المكتبة والرواية مؤكدة وجه صلاح الدين الأيوبي كلهم عظماء كلهم عظماء برابرة برابرة جهلة أجلاف عرب أجلاف ما كانوش بيلبسوا جزم ما يعرفوش يلبسوا جزم وجم مجشفين منمالين مجمالين وجم على أعظم حضارة في العالم في ذلك الوقت الحضارة الفرانية التي امتزجت أو كانت متكاملة مع الحضارة الإغرقية وضمروا كل ده بيقولك المكتبة دي رجع التاريخ العالم ممكن 200-300 سنة وراء يعني كان فيها كل علوم جاء صلاح الدين الأيوبي البطل الفاتح والناصر والبطيخ وضمر الباقية كان فيها شوية لفافات قال لك يلا ارمي يعني اللي يؤكد جاهله جاهل عمر بن العاص أن اللغة القبطية لغة المصريين سيبهم في لغتهم لا ده كان بيعمل غرامة على كل من يتكلم القبطية ويحطه في السجر قطع القبطية في أقل من 3-4 سنوات وتعلمه العربي وخلاص واخ القوة القوة الزل الزل بس نشكر ربنا كنستنا حافظت على اللغة ولما بسمع الألحان القبطية الله بتمخمخ بتمخمخ محفظت الراجل على اللغة القبطية محفظت على المكتبة بما تحويه من ذخائر وكنوز المعرفة في كل العالم العاصل الرواية الأقرب إلى الصحة هقولها لكم الرواية القوية جدا أن عمر قبل يحن يحن ده راهب راجل كبير لي مؤلفات ولي ومسيح عجوز عالم لهوت ف قال له حصل جدال بالتنين عن التثليس والتوحيد وألوهية السيد المسيح وفي الآخر طلب يحن من عمر بن العاص أنه قال له طيب أنا يعني أنتوا خدتوا كل حاجة سبولنا المكتبة دي سبولنا الذخائر دي قال له إيه اللي موجود في المكتبة قال له إيه اللي موجود في المكتبة علم لا يقدر بالثمن قال له أنا ما قدرش ياخد قرار أنا أسأل الخليفة والخليفة ده عمر بن الخطاب ما أعزلت من كذا إلا كذا عمر بن الخطاب ده ليه قصر أقولها لكم عشان تعرفوا الأعداث رايحة فيه الأعداث متكاملة تؤكد أنهم هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية هم الذين داسوا الفكر العالمي بأعزيتهم هم الذين داسوا بخيولهم عقول العالم أفكار العالم امتهنوها واحتقروها ودمروها لأنهم لا حضارة لهم يعني الخيمة دي حضارة الرمل دا حضارة النخلة دي حضارة ما عندهم شيء كده المعزة دي ولا الجمل دا حضارة بيتداوب البول وخلاص بول البعير يتداوب جاء أجلاف جعانين جربانين حطموا هذه المكتبة بطريقة غريبة بعد يسأل عمر وانتوا عارفين عمر فاكرين عمر لما اختفى يومين ثلاثة ومحمد يقدر يدور عليه محمد راح فين الراجل دا راح فين الراجل دا وبعدين ظهر كنت فين يا عمر ده أنا بدور عليه ده محمد اللي بيسأله قال له يا رسول الله ده أنا رحت عند اليهود وعند المسحيين ولقيت عندهم كلام يشبه كلامنا فجبته لكهم وجايب له فافة فيها بعض أصفار الأهد القديم والأهد الجديد وأول مرة محمد اللي كان بيقول يا رب أرزق الإسلام بأحد العمرين عشان مستقر 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 في مخه أنه عندنا كل حاجة عندنا علم الأولين والآخرين فبعد يا أخي اللي موجود في الكتب دي يشبه كتابنا فكتابنا بقى له الفضل هو خير العالمين والآخرين فيه العلم الأولي والأزلي طب وإذا كان العلم مخالف لكتابنا يبقى برضو إيه؟ يعني على الحالين اتخلص من المكتب يقولك وزعها على حمامات الإسكندرية وظلوا يحرقونها للتدفئة لمدة ست شهور حاجة غريبة حاجة غريبة يعني أنت لا يمكن تتصور أن الفكر العالمي يمتهم لهذه هتتوقع إيه؟ العرب طلعين طبعا إيه؟ كعاداتهم هم خلاص هم بيتنمروا على العالم كله إذا كانوا بيتنمروا علينا في أمريكا هنا يعني جايين سبنا الكوماس وجايين يقرفونا هنا سبنا الكوماس وجايين يقرفو الناس في أوروبا إيه؟ ده بيتنمروا على الناس ده أنا شفت في باريس وقت صلاة الجمعة بيعفلوا شوارع والناس مش قدرة تتكلم مش قدرين يتكلموا رحت خدمت في حتة في باريس الباريسي مش باريس يعني بعيد عن باريس الفرنسيين اللي هناك اللي خدمت عندهم مرعوبين منهم يقول لك بص أو أعطونش الحاجة عننا أو أعطون إنك إنت خدمت عننا لا عصلا هم ده بيعملوا وقفات بيقفلوا المدينة أنا مش فاكر المدينة اسمعها من ثلاث سنين الكلام ده بيتنمروا بالعالم عايزين يفترسوا الناس ما تتوقعش منهم يحرقوا المكتبة ما عملوها مش عملها سعد بن أبي وقاس مع المكتبة العظمى بتاعت إيران فارس خلى المكتبة أحرقها بالماء والنار خلى المكتبة تدوس الخيول تمشى عليها في نهر دجلة ايه ده نهرية دجلة الفراط ايه ده شعوب شعوب ما تعرفش مش هم عمية يعني أم أمية يا لها بيكتبوا في الخيمة والنخلة والمعزة والجمل يشربوا بولو ولبنوا ومش عارب برازو برضو ولا ايه ما تلاقيهم عاملين لكل حاجة استفادة يعني هسيبوا برضو يعني هاخدوا البول مش هسيبوا مش هسيبوا حاجة جريمة حاولوا يغطع الجريمة معين اللي كتب عن العكاية دي علماءهم هم وعلماءهم هم القفتي كتابه تراجم الحكماء اتكلم عن احراق المكتبة الذي استمر ست شهور احراق كتب كتب المكتبة استمر ست شهور ونجت بعض الكتب من الحرق منها بعض كتب أرستو وأقليد سرياد وبطل مصر جغرافي معرفش ممكن خدهم الراجل العجوز ده جري ورا كل حتة فيها شوية لفافات يديهم فلوس وياخدهم الراجل العجوز ده اللي كان اسمه يوحن كذلك ابن خلدون أهل العرب دولة أيد الكلام أهل العرب دولة مش أهل الحضارة أول ما بدخلوا بلد بيضمروها مش أنت بتعتزوا بابن خلدون وبتقول المفكر العربي وعالم الاجتماع وأول عالم الاجتماع في العالم طبعا هشوفتوا قال إيه عنكم أنتوا أهل جهالة وأنتوا شغلتكم تحطموا الفكر الإنساني وأنتوا ضد الثقافة وضد الحضارات قال إن العرب إذا دخلوا مدينة خربوها ده ابن خلدون بتاعكم 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 اللي قال كده طب لو حبيت أنا حبيت أنا أقول بعض الأدلة برضو اللي بعتتها للدكتورة لا بعتت للأدلة دي برضو منقولة من بعض المراجع مهمة أنكم تسمعوها مهمة أنكم تسمعوها يا ربي يا ربي يحرقوا لا وإيه طلعين الوقت بكتائب عملين لا ده اللي حرقوها واحد من اتنين يا يوليوس طيس لما كان بيحارب كالكولوباترة فأحرق السفن فاكتارت نار وأحرقت المكتبة يا سلام يا سلام يا سلام أدلة أنت عملت نظريات اخترعت حاجة ما تعيش على الغرب اللي أنت بتحربه وأمريكا وكندا اللي أنت بتحربه الدليل الثالث الدليل الثاني رواية الحريق لم يرويها أبو الفرش فقط رواها أيضا مؤرخان مسلمان البغدادي وابن القفط الدليل التالت أن المسلمين الفاتحين مش الفاتحين الغازين اللصوص الجرابية أحرقوا أيضا كتب الفورس بنفس الطريقة كما ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون والربع بأن أحراق الكتب كان أمر معروف عند العرب أحراق الكتب كان أمرا معروفا وشائعا يتشفى به من كل مخالف ممن خلفه في رأيه كما فعل هلاكو التطري سنة 656 هجرية بإلقاء خزائن الكتب في دجلة كان الراجل يحن ده اللي قاعد يتحاج ويتجادل ويجادل ويناكف مع عمرو بن العاص كان علم كبير فقال له طب انت عايز من ايه؟ قال له فيها كتب الحكمة وفيها كتب في المنطق طبعا عمرو بن العاص هيفهم يعني منطق؟ هيفهم؟ 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 بتقول لي يا عم يوحنة؟ بتقول لي يا عم يوحنة؟ العرب بقى إيه؟ وأنا بقى بحس دخلوا في كل رواية بتقول أنهم هم اللي حرقوا بقولك هناك روايات تؤكد أن الذين حرقوا أحرقوا المكتبة إما النصارى نصارة مصر مسيحيين مصر أقباط مصر طب يحرقوا فكرهم محرقاش ليه قبل كده؟ محرقاش ليه؟ محرقوهاش ليه؟ أهل 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 مصر أقباط مصر اللي بيحترموا الفكر يحرقوا المكتبة أو حرق هايوليس قيصر دي الروايتين اللي بيقولوهم إنما إحنا نحرق ده كلام بعد الشر علينا ده إحنا ده إحنا العرب ده إحنا بنات الحضاء ووروني واحد واحد بس اسمه عربي الأصل عمل حاجة في تاريخ الخضارة الإسلامية اللي بيتشدقوا بيهم ده الناح والتاحهم اللي عملهولهم سباويه سباويه فاريسي ما فيش حاجة هم عملوه البخاري هو اللي عملهم صحيح هو اللي جمع لهم الأحاديث من بخارة ما فيش ما تلاقيش حاجة ما تلاقيش حاجة ووروني ووروني حاجة عملها حد عربي ولا إسلامي في تاريخ الحضارة بتاعتهم اللي قالوا كنا أروع أمة في القرن الثاني والثالث الهجر كنا أروع أمة وأكبر أمة على وجه الأرض بس عملتوا إيه بدم الشعوب اللي انتوا خدتوه كان أحلى حاجة عندكوا تفتحوا البلد تخزوا البلد تروحوا بعاتين مئة ألف عزراء للخليفة عشان يردى عن الوالي أو يردى عن العمل الخراب وفتح البلد دي وخرب البلد دي وانتهك حرماته مئة ألف وثمانين ألف والتاريخ مريحان بيحكي وبيعقوا على بيحكوا عن بلاوي وكان الخليفة يبعث لما يقولهم أنا عايز كان الخليفة يبعث لما يقولهم أنا عايز الصفات دي كذا 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 وخاصة عقبة بن نافع ده اللي كان بيبعث ده إيه انتهك حرمات اليزيديات اللي هم ودولا يعني اشتوروا بالجمال العجيب اللي من الأندلس ومن الجزائر ومن المغرب كانت بالمئة ألف كل فترة تروح للخليفة ينائي منهم ويبعث الباقي يوزحهم على الولايات للولاة اللي بيرضى عنهم حاجات حاجات تغجل هم دول ما لازم أحرق المكتب دي المكتب حجر عثرة في طريقه في فكر المريض هو عايز امرأة جميلة أمام الإيماء جارية غنودي آآ 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 غلام آآ 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 باس هو ده العالم هو باس هو فيه مخ ما فيه مخ ده بالعكس المكتبة تمثل تحديا له فينبغي أن يتقلص من المكتبة عشان ما تفكروش بجهله بمكانته التعبانة وتواضع أصله ونسبه وفكره ومخه وعقله فكان لازم أتخلص من المكتبة مكتبة كانت بتمثل تحدي ليه مكتبة كانت بتمثل أكبر عائق أمام طموحاته المدنسة النجسة التي لا تستوي إلى مراتب البشر العاديين ما فيش ما فيش ما فيش وحتى الآن تلاقي العربي العربي حتتين بيعافظ عليهم بطنه والآآآآ باس هما اتنين باس باس ده أنا مرة ده أنا فكرت أعمل حلقة عن أنواع النكاح في الإسلام عارفين لقيتهم كم يزيدوا عن عشرين نوع وكل نوع لتخريجات و وعراء فقية تؤكدوا وتؤيدوا أنواع زينة كل زينة زينة ما يعني مكتبت لي دوروا عليه مكتبت أحرقوا المكتبة وامتحنوا العقل العالمي عقل الخليقة عقل العالم اللي أبدع هذه الأفكار وهذه العلوم العقل الفرعوني والعقل الإغريقي والعقل الروماني حطموا البشرية بيقولك المكتبة دي ضمار المكتبة دي تسبب في تأخر العالم 200-300 سنة وارجعوا ويروا الكلام ده جورج زيدان في كتابه التمدن الإسلامي صفحة 42 و43 أكد نفس الكلام وقال أن سلوك عمر بن العاص كان مريباً كان مريباً يعني هو يمكن لا بقت للخليفة ولا بتهاها هما tomorrow دي بالتخرجات عايزين يدوروا على عايزين يدوروا على مشروعية على شرعية حرق المكتبة شرعية حرق المكتبة لأن طب ليه ليه الروايات دي لما أنتم ما حرقتونش ليه الروايات دي يقول لك لا ما احنا ما قلناش لا دي الروايات دي طالع من عندكم طالع من عندكم إذن الإسلام عدو العالم عدو الفكر العالمي عدو البشرية عدو الإبداع عدو الفكر الله مش الله تسأله عن أشياء الفكر ده مش سؤال عن أشياء هم عندهم فتشوا الكتب ما عندهمش ما عندهمش كله كلام هجز كله كلام شعرات إنما عمرهم عمرهم ما احترموا الفكر ولا من يختلف معهم في الفكر ده أنا بسيط على تاريخ الخلفاء معظمهم اتقتل الملوك بتعطيهم اتقتلوا الشافعي اتلوا بالأباء الشافعي اقرش شعر الشافعي ده وشوف جمال شعر الشافعي اتلوا بالجباجيب في المسجد في المسجد الجباجيب عارفين الجوب جاب ده خشب نزلوا عليه اتلوا في المسجد تاريخنا كله فتنة وايامنا كلها كربلاء تاريخنا مليان دم أنا لا أنتسب إلى هؤلاء أنا آسف يا نظار لما تقول وتاريخنا كله فتنة وايامنا كلها محلة وايامنا كلها كربلاء أنا مالي أيامهم هم أنا لا أنتمي ليهم أنا أصلا قبطي أنا أصلا فرعوني أنا لا أنتمي لهؤلاء أنا لا أنتمي لهم أعداء الحياة أعداء البشرية الذين تدلل كل تصرفاتهم على أنهم هم الذين أحرقوا المكتبة وهم الذين أذكروا العالم ويجعلوه يعيش في الظلمة 200-300 سنة من جراء حرق المكتبة أتمنى أن تكون الفكرة وصلت وأتمنى أنا كنت فعلا من يومين شفت حديث للسيسي عجبني عجبني قوي أنا جبت منه حتة تقريبا وهو بيقول معروف اكتبوها تلقوا وهو بيقول مين المريض اللي يبص على كنيسة وتجعله يكتئب أو أو ينظر بش مئزازة قال اللي بيعمل كده لازم تشكه في إيمانه ولازم تدوره عنه إيمانه ده حقيقة ولا لا اللي منظر كنيسة بيزعجه وبيثيره بيقول السيسي أنا أشكك في إيمانه بس يا سيسي أنت ما قارتش ما قارتش ومتعرفش ما تعرفش محمد أليه قال لا يكون في أرض الإسلامي كنيسة ولا يكون في أرض الإسلام دينان ده محمد صدقني يا سيسي أنت طيب فعلا أصلا أنت أريت فين أريت فين بس لازم لازم يوصلك يوصلك أن الإسلام الحقيقي كذا 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 هو ده الإسلام الحقيقي أنا واثق من بذور الخير اللي فيك وأنا واثق إنك لو سمعت إن العرب أحرقوا مكتبة الإسكندرية وإنت من تبجي للعلم ومن تحترم العلماء هتغير رأيك هتغير رأيك أعزائي المشاهدين كنتم مع هذه الحلقة الخاصة عن البرابرة يحرقون المكتبة العظمى مكتبة الإسكندرية أعظم وأكبر مكتبة في العالم دمتم لنا أشكركم وانتظروني بعد قليل في حلقة جديدة من بيروت أشكركم وإلى لقاء بسم الله آياب والابن وروح القدس الله أشكركم